هلا والله شباب كيفكم شو اخباركم ورجعنا لكم فيديو جديد من لعبة محاكي الشاحنات طبعا شباب فيديو اليوم رح نعرف ايش افضل شاحنة بعد التحديث بعد ما كنا نعرف كلياتنا ان الفولفو كانت افضل شي واللي هي مسيطرة طبعا كانت توصل صنعتها لمية وستين وبعد التحديد خربوها فيا شباب بهذا الفيديو رح نعرف ايش افضل شاحنة صارت بعد التحديد لكن قبل ما ابدأ بالفيديو حاب اشكر صديقي قصية اللي ساعدني بهالفيديو هذو اللي اعطاني كل معلومات الشاحنات يا شباب تحياتي لقصي وقبل نبدأ بالفيديو يا شباب لايكاتكم اشتراكاتكم واللي اول مرة يشاهد قناتي اشتركوا فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد ولا تنسوا شباب اتابعونا بالبث كل يوم باذن الله وحاليا نخليكم مع الفيديو شباب ومشاهدة ممتعة ملاحظة شباب اذا عجبتكم الفكرة وحبيت وننزللكم عن نفس الفكرة بس للشاحنات الامريكيات اكتبونا بالتعليقات شباب وان شاء الله رح نزللكم عن الامريكيات طبعا شباب معنا اول شاحنة واللي هي المان الفين وعشرة طبعا شباب هاي الشاحنة المان الفين وعشرة الاربع اطارات توصل سرعتها لمية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين سرعتها بالنسبة للطريق راكزة سابتة يعني سيارة خمفشارية حلوة 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 وتجي بعدها يا شباب اللي هي الشاحنة المان كذلك الامر الست اطارات كذلك الامر سرعتها توصل الى مية وخمسة وعشرين نفس الشي بس ايش الفرق الفرق قوة الانطلاق يعني فيه واحدة ممكن تنطلق يعني اقلاع على حد ما توصل المية وخمسة وعشرين تكون اسرع من الثانية فهاي المان هاي اسرع من الاولى وقوة عزمها يعني بالاقلاع اسرع فخلنا ننتقل شباب للشاحنة اللي بعدها واللي هي شاحنة الفولفو الالفين وعشرة طبعا شباب شاحنة الفولفو الالفين وعشرة تمشي من يعني للمية وعشرين توصل سرعتها مية وعشرين وكذلك الامر الفولفو الثانية اللي هي هذه الست اطارات كذلك الامر توصل للسرعة مية وعشرين بس الفرق الفرق يا شباب هو اقلاع كذلك الامر مثل ما حكينا لكم شباب الفرق بينات يا شباب بشكل عام شاحنة الست اطارات والاربع اطارات الفرق بيناتهم بس الاقلاع يعني في عندك يتجي اقلاع اسرع اقلاع ابطاء اقوى للحمولات الثقيلة هيج ولا السرعة نفس السرعة شباب فننتقل شباب بعد شاحنة الرينو الفين وعشرة طبعا شاحنة الرينو شباب الفين وعشرة توصل سرعتها لمية وثمنتعش كحد اقصى يعني مية وثمنتعش ممكن توصل الى الاكثر من مية وثمنتعش سرعتها مية وثمنتعش وننتقل لللي بعدها واللي هي كذلك الامر الرينو الست اطارات مثل ما تشوفون شباب كذلك الامر توصل سرعتها للمية وثمنتعش مية وثمنتعش وفرق العزم تكون هاي يعني عزمها اقوى من هذهك هذا الفرق يا شباب بس عزم الاقلاع بس مو اكثر فننتقل للبعد يا شباب وشاحنة الافيكو طبعا شاحنة الافيكو يا شباب يعني توصل كحد اقصى مية وعشرة مية وثمنتعش سرعة بس الاولى والثانية يا شباب طبعا كذلك الامر فرق عزم اقلاع بسيط ولكن كحد اقصى توصل السرعة للمية وعشرة مية وثمنتعش ما توصل اكثر فخلوا انتقل شباب الشاحنة اللي بعدها واللي هي شاحنة الاسكانية اللي للأسف يا شباب اللي هي من يعني اسوأ الشاحنات تجي بعد البي ام جي هذيك الاول شاحنة طبعا شباب توصل سرعتها هاي للمية وعشرة مية وعشرة مية وعشرة مية ورداش بهالدار هاي ما تطلع اكثر ممكن 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 اذا شديت شديت عليها مع طريق يعني شوي نزلة وكذا ايش توصل للمية وخمسة عشرة وكذلك الامر هاي نفس الشي بس هو لكن فرق الاقلاع يا شباب مثل ما حكيناكم فرق اني وحدة توصل للسرعة القصوى قبل الثانية ممكن ذيك تتأخر شوي لحتى توصل ولكن كذلك الامر شباب الاقلاع فننتقل شباب بعدها لشاحنة الداب طبعا شباب شاحنة الداب توصل لسرعة مية وخمسة عش يعني سرعتها هي الاولى والثانية كذلك ممكن شباب اذا كان فيه شوية اختلاف اللي هو يعني اختلاف درجة او درجته مثلا مية وخمسة عش وحدة مية وستة عشرة مية وستة عشرة يعني فرق اختلاف بسيط ومثل ما قلناكم شباب اللي هو الا اقلاع يعني سرعة الاقلاع بس هاي الفرق بين الشاحنات يا شباب ننتقل بعدها شباب شاحنات الاكتروس اللي هي الاولى هاي والثانية اللي هاي طبعا اكتروس اا الفين وعشرة اا هاي اثنين وهاي الفين وعشرة العادية مثل ما يشوفون يا شباب طبعا توصل شاحنة الاكتروس يا شباب للمية وثلاثتعاش للأسف هاي الالفين وعشرة ما هي سريعة شثير وعننا كذلك الامر هاي يمكن توصل للسرعة مية وخمسة عشرة مية وخمسة عشرة مو اكتر يا شباب كذلك الامر حكينا لكم نفس الشي عن هذن يا شباب اللي هنه الفرق السرعة فرق يعني التسارع يعني زيادة كيف اقولكم يعني العزم واللي توصل للحد الاقصى اسرع من الثانية هذا الفرق يا شباب ننتقل بعد شباب للشاحنة الرينو هاي يا شباب واللي هي يعني الرينو الفين وواحد وعشرين يا شباب الرينو الالفين وواحد وعشرين الاربع اطارات والست اطارات توصل سرعتها للمية والسبعة يعني مية وعشرة ممكن تجيبها بصعوبة هاي وهي يا شباب اللي هدية ست اطارات تمام ننتقل بعد شباب لشاحنة الفرد اوالي على الفرد يا شباب طبعا شباب شاحنة الفرد توصل سرعتها مية واربع وعشرين مية وخمسة وعشرين القصوى مية وخمسة وعشرين توصل سيارة خنفشارية بمعنى الكلمة يا شباب يعني خلاص بعدها انا ما اظن يعني انه في بعد سيارة فيه سيارة هاي المرتبة تجي هاي بالمرتبة الثانية طبعا من افضل شاحنة بعد التحديث طبعا المرتبة الثالثة كانت هي المان والمرتبة الثانية يا شباب الفرد طبعا كثبات على السرعة طبعا المان والفرد يا شباب نفس الشي يختلف بس الشكل الموديل يعني بس شوف كيف موديل هتختلف عن الثانية اما بالنسبة يا شباب لافضل شاحنة واللي هي شاحنة الاكتروس يا شباب شاحنة الاكتروس يا شباب آآ تمشي يعني هي الاكتروس الفين وعشرين يا شباب سرعتها مية وستة وعشرين للمية وسبعة وعشرين مية وستة وعشرين مية وسبعة وعشرين توصل سرعتها يا شباب وبالنسبة طبعا هاي يا شباب الاربع اطارات توصل اسرع من الثانية اللي هي الست اطارات يعني الست اطارات اقلاحها بطيء بدها مسافة لحتى توصل للسرعة القصوى اما بالنسبة للاولى الاربع اطارات فهي يعني خلاص بعدها انسى ننتقل شباب بعدها لشاحن الفولفو طبعا شباب شاحن الفولفو 2021 الاربع اطارات توصل سرعتها ما بين مية وعشرين ومية واثنين وعشرين هاي يعني حد الاقصى لها والبعدها يا شبابه للاسف اللي كانت نمبر بالشاحنات للاسف خربت وصارت يعني كذلك الامر مية وعشرين للمية واثنين وعشرين وفرق بينات هنا الاقلاع يلي توصل اسرع بس هذا الفرق يا شباب للاسف كانت افضل شاحنة ولكن صارت يعني اسوأ شاحنة لكن صار بس الفرق يا شباب هو اني موديل حلو بس يعني انه شكل شكل حلو ولكن شباب توقعاتي توقعاتي اتوقع اني يعني خففوا من سرعتها يمكن بالتحديثات اللي رح تجي ممكن يضيفوا شاحنة يعني احدث وتكون اقوى لهذا السبب قللوا من سرعة الفولفو ممكن ما انا متأكد ممكن وان شاء الله يكونيت يا شباب ولهين شباب وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى يكون عجبكم اتمنى استفدتم منه شباب شباب لا تنسونا من دعمكم لايكاتكم اشتراكاتكم واللي اول مرة يشوف قناتي شباب اشتركوا فعل زر الاشعات حتى يصلك كل جديد وشباب لا تقصروا معنا من دعمكم وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم